وللحديث عن الانتهاكات في سجن الناصرية وآخرها الحريق الذي اندلع في السجن بعد دخول ميليشيات مسلحة ينضم إلينا عبر الهاتف من برلين الخبير الأمني والعسكري محمد فوز اللامي أهلا بكم سيدي تحية طيبة لك سيدي والمشاهدين الكرام أهلا بك أفدت أنباء باندلاع حريق في سجن الناصرية بعد دخول ميليشيات مسلحة إلى السجن ما الدواعي لدخول هذه الميليشيات إلى مؤسسة عقابية وكيف تسمح إدارة السجن بذلك يعني سيدتي الكريمة واضح جدا بأن هذه الميليشيات منذ فترة طويلة أصبحت تتخذ هذا الإجراء كإجراء رد وإجراء عقوب لكل من يحاول الوقوف بوجهها ويحاول أنه إبداء الحقيقة وغيرها ولذلك نشاهد بأنه محافظة الناصرية لسنوات طويلة لم تشهد حوادث مثل هذه الحوادث ولكن عندما بدأت هناك انتفاضات وبدأت هناك ترتفع الأصوات ضد هذه الميليشيات بدأنا نشهد مثل هذه الحوادث حرائق المستشفيات حرائق مؤسسات الدولة حتى مؤسسات الدولة نفسها التي المختصة في العقود وغيرها وزارة الصحة تعرضت الكثير من هذه الأحداث وبالتأكيد أشار العراقي يجمع تقريبا بأن الميليشيات المتورطة الأساسي في هذه الأحداث كون أن هذه الميليشيات التي تسيطر على هذه المناطق ولا تسمح لأحد غيرها في الدخول إلى هذه المناطق فمن المستحيل أن يكون هناك توجه أصابع الاتهام لجهة خارجية أو جهة أخرى من غير مكان لأن هذه المكانات حقيقة هذه محمية جيدة جدا المواطن العادي غير قادر على الدخول لها وحتى المنتصف في الدولة العراقية غير على الدخول لها فالميليشيات المتهمة لأول سيدتي في هذا الملف نتحدث أيضا عن هذه الانتهاكات المستمرة المرتكبة في السجون ومنها ما سجل اليوم من وفاته سجين بعد حقنه بمادة منتهية الصلاحية على غرار حالات وفاة كثيرة في الأيام الماضية كيف يفسر هذا التزايد في حالات الوفاة بسجون العراقية وما حجم الخطر الذي يواجهه المعتقلون يعني سيدتي بالتأكيد مثل هذه الأعمال سواء كانت استعال الحرائق أو استخدام أدوية خارج الصلاحية وغيرها أصبحت هذه أدوات اليوم لتصفية الخصوم بالنسبة لهذه الميليشيات وبالنسبة لهذه الأحزاب المشتركة في العملية السياسية فنشاهد بأن السجناء يتعرضون لحقيقة حقن وأدوية غير صالحة الاستعمال المتظاهرين وغيرهم إذا دخلوا في المستشفيات يتعرضون لهذه الأدوية أخذ هناك حملات كبيرة أصبحت هناك إهمالات كبيرة في التي يتعرضون إلى فيروس كورونا أصبحت هناك استهداف الشخصيات من ضمنها كانت تعلو أصواتهم ضد هذه الميليشيات وضد هذه الأحزاب فبالتأكيد نحن الآن نواجه حقيقة نوع من أنواع التصفية ولكن تصفية لا يتم في السلاحة تصفية يتم بطريقة إجرامية باستخدام الأدوية وباستخدام افتعال الحرائف وغيرها فهذه تصفية الخصوم بالنسبة لهذه الميليشيات وأعتقد أنه حتى الرأي العام أصبح يشير لهذا الاتجاه ما الدورة التي تقوم به الجهات الرقابية في ظل كل هذه الانتهاكات؟ يعني سيدتي الدورة التي تقوم به هو دور إعلامي لا أكثر ويعني لا تجد هناك حقيقة تحقيقات مهنية وتشكل هناك لجان ونحن نعرف بأن هذه اللجان منذ 18 عام تشكل هذه اللجان ولا نتيجة لهذه اللجان بل تكون هذه الجهات متواطئة بسكوتها وعدم إنشاء هناك تحقيقات مهنية تتهرب هذه الميليشيات ونتج بأن هذه الميليشيات دائما تفلت من العقاب وقالت الأحزاب وغيرهم يعني يفلتون من العقاب ولذلك تستمر هذه المسألة فهذه الأجهزة الحكومية والسلطات التي من المفترض أنها تقوم بهذا الواجب يعني متخاذلة وعلى أقل تقدير متواطئة مع هذه الميليشيات شكرا جزيلا لكم الخبير الأمني والعسكري محمد فوزي اللامي حدثتنا عبر الهاتف من العاصمة الألمانية برلين اشتركوا في القناة